حرص المجلس الأعلى للمرأة منذ أن أطلق مبادرة التوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل في عام 2019 أن تكون مرتبطة بأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 ومنتسقة مع خططه وبرامجه حول الرؤى الوطنية وخطط العمل الدولية في عام 2019 أطلق المجلس الأعلى للمرأة مبادرة التوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل والتي بنيت على ما أشار إليه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في كلمته السامية بوضع خطة وطنية شاملة تؤمن الاستعداد الكامل للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الرقمي حيث أكد المجلس حينها على أهمية هذه المبادرة الوطنية كأداة تنظيمية تدعم استدامة مشاركة المرأة البحرينية في مجالات علوم المستقبل بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين وتستهدف المبادرة المرأة البحرينية في جميع مراحلها العمرية وترتبط بمجالات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وبالأخص في مجال التعلم مدى الحياة والذي يهدف لإعداد الجيل القادم في المراحل التعليمية ورفع قدراته في مجال الابتكار والإبداع وصناعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجرى تحديد مجالات علوم المستقبل توافقاً مع الجهود والتوجهات الحالية والمستقبلية الخاصة بالتحول الرقمي في مملكة البحرين ويتضمن الإطار العام للمبادرة ستة محاول رئيسة يعمل المجلس الأعلى للمرأة على متابعة تنفيذها بشراكة فاعلة مع كافة القطاعات من الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ذات العلاقة بحسب اختصاصاتهم تتمثل آليات إعداد المبادرة في رزد وتقييم الجهود والمبادرات والمشاريع الوطنية وقياس مؤشرات تواجد المرأة في المجالات العلمية الواعدة والتي تتميز بها المرأة البحرينية من خلال مهاراتها التي اكتسبتها في المؤسسات التعليمية ومقارنة الجهود والمبادرات الوطنية مع الجهود الدولية والاطلاع على الممارسات العالمية لإيجاد الفرص التي تساهم في تطوير البنية التحتية الوطنية لتكون أكثر دعما لتقدم المرأة البحرينية وقد عمل المجلس الأعلى للمرأة على ربط مبادرة التوازن بين الجنسين في مجال علوم المستقبل بأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك في إطار حرص المجلس على مؤامة خطته وبرامجه مع الرؤى الوطنية وخطة العمل الدولية على حد سوى من جهة واستكمال ما اتخذته مملكة البحرين من خضوات واضحة لتحقيق هذه الأهداف ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمرأة من جهة أخرى اشتركوا في القناة